غدا الاثنين تسعتاش آب الفين واربع عشرين الساعة التاسعة والنصف مساء سوف يكتمل البدر الأزرق العملاق طبعا لما نحكي الأزرق ليس له علاقة بلون البدر وإنما له علاقة اسمية بالاقتران بالشهر الاقتراني هناك بدرين في الشهر الاقتراني وحالة نهاي بيكون هناك في فصل الصيف الفلكي أربع بدور والبدر الثالث يسمى البدر الأزرق أما دلالة البدر العملاق فهو حقيقة له علاقة بمدار القمر حول الأرض ونحن نعلم أن القمر يدور حول الأرض بمدار إهلليجي فعندما يكون القمر أقرب ما يمكن إلى الأرض في تسمى منطقة الحضيد ويكون بدرا فيسمى بدرا عملاقا طبعا عملاق مش معنات بيه كثير يعني قرس القمر أكبر بثمانية في المية من القرس البدر العادي ولمعانه بيكون حوالي خمستاش في المية زيادة عن البدر العادي طبعا هذا البدر الأزرق العملاق عندما يتزامن بدر أزرقا عملاقا في آن واحد فهذه حالة شبه نادرة أعتقد حتى تتكرر هذه الحادثة يجب أن ننتظر إلى 2037 طبعا دعوة لهواة التصوير والمهتمين بالتصوير الفلكي ممكن صوروا حقيقة شروق وغروب هذا البدر الأزرق العملاق وطبعا بيكون لونه حوالي أحمر خاصة في مراحل الشروق أو الغروب لما يكون قريب من أفق بسبب فيزياء الغلاف الجوي ترجمة نانسي قنقر